تسقط راية لترتفع مكانها أخرى ولكن لا يوجد ما يثبت ساريتها سوى ركام لديار كانت عامرة قبل أن تذبح قربانا لأرباب الحروب ومسعريها فبعد أن وضعت الحرب أوزارها بين تنظيم الدولة ولفيف من الميليشيات والقوات الحكومية والبيشمرقة في محافظة نينوى أحيلت قرى وبلدات شرق الموصل إلى بقايا بيوت خاوية على عروشها إلا من شعارات كتبت على نثار الجدران ورايات رفعت على أطلال الخرائب وجماجم الموتى معلنة النصر المبين فما بين لغم لتنظيم الدولة وصاروخ للتحالف وقذيفة للميليشيات دمر أكثر من 70% من قضاء الحمدانية ونواحي برطلة وبعشيقا والنمرود شرقية مدينة الموصل مناطق تعرضت إلى عدوان مضاعف قبل حين تمركز الداعش فيها وبعد وجودها هناك واستهدفت من قبل الطيران تحالف من قبل قوات البيشمرقة وكذلك بعد ما قيل عنها تحريرا هدم الكثير من البيوت أما أهل الديار فليسوا بأحسن حال من بيوتهم المدمرة فما بين نزوح وفقر وانقطاع سبل وتجاهل حكومي تضاعفت مأساتهم والتهبت أوقاتهم فباتوا يتطلعون للبقاء على قيد شبه حياة المواطنين في هذه المناطق حالة مادية صعبة جدا نتيجة التهجير لمدة ثلاث سنوات فهناك الكثيرين لم يستطعوا العودة إلى مناطقهم بسبب عدم قدرتهم على إعادة بناء دورهم فيما تستمر معاناة أهل شرقي الموصل تغيب المنظمات الدولية والمحلية ويبقى الأهالي دون يد داعمة إلا من قليل يحيد عن ميزان العدالة لحد الآن ما أجت أي منظمة لا منظمة دولية ولا خيرية ولا إنسانية أي منظمة وصلت جاءت منظمة قاموا على أساس دفعوا القسم من العوائل يعني حدود خمسمائة ستمائة ألف وانطوا ناس الأثرياء المتمكنين وتركوا الفقراء صور حية تجسد عالما ميتا لديار كانت تغنى بالأمس لكنها وقعت ضحية أياد تطقن التدمير ولا تعرف التعمير ترجمة نانسي قنقر